مرحبا بالجميع السلام عليكم هالو تزامن مرحبا بكم في قناتكم الصغيرة قناة كنزة أليمانيا اليوم جبت لكم درس جديد واللي هو الضمائر الشخصية برسونال برونومن ابقوا مع نحتل نهاية واليوم نتعرف على برسونال برونومن باللغة الألمانية واللي هي الضمائر الشخصية ندخل مباشرة في الموضوع ضمائر الشخصية وهي أولا إش إش يعني أنا إش ثم دو دو يعني أنت أو أنت نفس الشيء مذكر أو مؤنث ما فيش فرق أنت أو أنت نقول لهم دو دو ثم إيه إيه هو المذكر الغائب إيه إيه ثم زي زي هي هي للمؤنث الغائب زي ثم عندنا للمحايد إيه 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 هو يعني المحايد لمذكر ولمؤنث نويتروم بالألمانية سموه نويتروم ثم عندنا ذيه ذيه يعني نحن الجماعة جمع مذكر أو مؤنث ولا ما يهمش المهم نحن الجماعة كامل كما درنا ثم كائن يعني أنتم أو أنتنا مذكر مؤنث ما يهمش المهم جمع ثم عند عندنا زي هم أو هن الجمع الغائب إيا الجمع المخاطب زي الجمع الغائب سواء كان مذكر أو مؤنث يعني يمشي على هم كما يمشي على هن ما فيش فرق ثم كائن زي لتكون أكبر شوية في الحجم تعني حضراتكم أو حضراتك أو حضراتك أو حضراتك أو المهم حضراتكم كامل المهم زي هذه اللي تكون كبيرة هي زي استيغة الاحترام هي اللي نخاطبه بها أي شخص ما نعرفهش سواء كان شخص غريب سواء موظف سواء في إدارة سواء مثلا الأستاذ مثلا جارك كبير ما تعرفهش يعني لازم تخاطبه بهذا الأستيغة انتع الاحترام كان تنويه فقط كما مثلا غريبا راكم تشوفوا مكتوبة ولكن ما ننتقوهاش ننتقوها هديك تنطق يعني ونفس الشيء بالنسبة ولكن ما ننتقوش ننتقوها كين فيا وكذلك لي هي هو يعني قصدي هو ننتقوها تاني هديك 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 هديهما الزمائر الشخصية كانت هدي هي الزمائر الشخصية شفنا مع بعض برسونال برونومن ولكن في حالة النوميناتيف بغيت نعطيكم خطوة بخطوة ما نعقد لكم شالأمور وما نطوش عليكم الفيديو باش ما تكرهوش اعطيت لكم اليوم الزمائر هدي في حالة النوميناتيف يعني في حالة الرفع المرة الجاية ان شاء الله هنشوفوهم في حالة الأكوزاتيف والداتيف دمتم في رعاية الله وحفظه ما تنسوش اللايك للفيديو اذا عجبكم طبعا واذا استفاديتوا غير شوية دعمونا بالاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات باش يلحكم كل ما هو جديد وسلام